في رياض الخلد ستنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن من فضل الله عز وجل أن جعلنا مواسم اجتماع تكون من أسباب الألفة والمحبة ومن أسباب تواصل الناس وتعاونهم ومن هنا أمر الله عز وجل بالاجتماع في مواطن من كتابه ونهى عن التفرق والاختلاف ومن هذا المنطلق جاءت النصوص بأمر أهل الإيمان بأن يجتمعوا في مواسمهم فمن أمثلة ذلك أن الشريعة قد جاءت بالأمر بأداء صلاة الجمعة مع الجماعة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نؤدي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وهكذا جاءت الشريعة بالأمر بأداء الصلاة جماعة في المساجد بالنسبة للرجال قال تعالى واركعوا مع الراكعين ومن ذلك ما أمرت به الشريعة المباركة من إقامة مناسبة وليمة الزواج وجعلت إجابة الدعوة من الإيمان بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وهكذا أمرت الشريعة بتلاحم الناس في مناسباتهم إذا كان هناك عزاء فإن الشرع يأمر بتسلية أهل المصيبة وتعزيتهم ليزول عنهم الشعور بالحزن والأسى لما وقع بهم هكذا من المناسبات العظيمة التي فيها اجتماع للناس مناسبة الحج التي يفد إليها الناس من مشارك الأرض ومغاربها ليشهدوا منافع لهم فهذه المناسبة العظيمة تدلك على ما أتت به الشريعة المباركة من الترغيب في الاجتماع المؤدي إلى التآلف مما أمرت به الشريعة في هذا الباب أن أمرت الناس بالانتظام في سلك الجماعة من خلال السمع والطاعة لأصحاب الولاية ليكون هذا من أسباب قوتهم ومن أسباب اجتماع كلمتهم ومن أسباب عدم رغبة العدو في النيل منهم فإن الأمة متى كانت مجتمعة متحدة تحت راية إمامها كان هذا من أسباب قوتها ونصرة الله عز وجل لها كما قال وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ إن الاجتماع والتآلف مما جاءت به شريعتنا وفي مقابل ذلك نهت عن التفرق قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ وقال تعالى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ومن هذا المنطلق رغبت الشريعة في حسن التعامل مع الآخرين والصبر على أذاهم ليكون هذا من أسباب اجتماع الكلمة وتآلف القلوب أسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لكل خير جعل الله مجتمعاتنا مجتمعاتها خير وهدى هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين